اشتركوا في القناة لازم تعرفها عشان تصير محترف في لعبة 3D Redemption 2 ورح تفيدك بنسبة 100% فيالله نخش في المقطع بالنسبة لاول حركة رح تكون في الحصان اذا كنت ملذل في الحصان لفل 4 من 4 والعلاقة بينكم قوية رح تكون عندك مجموعة من المميزات اللي تقدر تسويها بالحصان على سبيل المثال اول مميزة اذا كن داعس مرة ترى بمجرد ما تفغط اروان حصانك رح يوقف باسرع وقت ممكن زي ما تشوفون في القيم بلاي الحركة الثانية والميزة الثانية انك تقدر تفحط بالحصان عن طريق انك تضغط اللي هو اروان و اكس والجهة اللي تبقى تلف عليها والله تحصل الحصان يلف لفة او يفحط طفحيطة جدا رهيبة لكنها تنزل استمنى مرة كثير والحركة الثانية انك اذا ضغط اللي هو راح يطبطب على حصانك ورح تزيد معه الاستمنى زي ما تشوفون في القيم بلاي طب طب عليه راح تزيد معاك الاستمنى المعلومة الثانية او الحركة الثانية راح تتعلق بالترابر مثلا انك والله يستل لك حيوان اللي جندري لكن ضيعت السكن او الجلد او يعني ضيعته او مدت وختفى فوين حصل يا صالح بكل بساطة راح تحصل عند الترابر راح ينتقل اوتوماتيكيا باتجاه الترابر فاذا انت قد مرة ان اصدت لك حيوان لجندري وضعها الجلد عليك ترى هذا الجلد راح يكون موجود عند الترابر وراح ينتقل اوتوماتيكيا للترابر الحركة الثالثة راح تكون انك تقص الكاتسين اللي جيك لما تاخذ السكن كاتسين طويل يقعد يقطع فيه مدريش اذا كنت شخص ما تبه هذه القصة كل اللي عليك انك تجيب حصانك وتحطه فوق الحيوان اللي تبه تاخذ سكنه بعدها راح تنزله وراح تضغط المثلث راح تلاحظ انه راح يشلك الجلد على طول وبدون ما يقعد يقطع ويطول على طول راح تحصله اخذ الجلد فهذه حركة جدا جدا مفيدة للاشخاص اللي يعني يصيدون بكثرة سواء حيوانات صغيرة كبيرة الكاتسين حق انه ياخذ السكن مرة تطول فهذه حركة جدا جدا حلوة ورح تفيدك كثير بالنسبة للحركة الرابعة راح يكون تفعيلك للايقل اي لما تخش احد البيوت فيها لوت كل اللي عليك انك تضغط R3 و L3 بدون تقنيص عشان تتفعل معاكد للايقل اي وتقدر تشوف جميع انواع وجميع اماكن الاشياء اللي راح يكون فيها اغراض فدائما دائما اذا خشيت بيت اضغط R3 و L3 عشان يطلع لك اماكن اللوت وماكن الاشياء القيمة هل تعلم هل تعلم ان امزح امزح تعرف انه لما تكون في مكان عالي وحصانك يكون قريب منك ترى تقدر تنطل وتسوي يعني حركة سينمائية فحركة جدا جدا حلوة يعني اذا كنت مثلا هارب من مكان عالي والشرط لوراك والله تشوف حصانك تحت تسوي له النطغة الاحترافية وراح تحصل انه ارثر والله ينطل فوق الحصان وبعدها الهروب حركة جدا جدا حلوة ويعني بسيطة كمان الحركة السادسة او المعلومة السادسة راح تكون متعلقة ايضا بالحصان كلنا نعرف انه تقدر تصفر الحصان ترى لما تصفر له تصفيرة واحدة راح يجيك بسرعة عادية لكن لما تصفر له تصفير راح يجيك داعس ومستعجل وباسرع الشي عنده لما تصفر له تصفيرة واحدة كاملة عن طريق انك تتم يضاغط على سهم تحت ترى راح يلاحقك وباسرع ووقت ممكن هذه انواع التصفيرات الحركة السابعة اذا كنت والله انت شخص مستعجل على المحل وجيته في الليل ومقفل ترى تقدر تروع عند الباب وتضغط مثلث اللي هو wait until morning راح يجيك كده كالتسين بسيط بعدها راح تصحى في الصباح وبكذا تقدر تستخدم المحل فحركة جدا حلوة بدل يعني ما تنام وتسوي لك فاير وكذا تروع عند المحل اللي تبغى تضغط مثلث وراح ينفك معاك او يصحيك في الصباح يعني ايضا اه في الحركة السابعة راح نتكلم عن تنظيفك للأسلحة دائما دائما نظف الاسلحة ترى مهم جدا تنظيف الاسلحة وتقدر تنظفها عن طريق انك تشتري لك gun oil او انك عند اللي هو محل السلحة ويننفف لك اياها واحد واحد بالنسبة للحركة الثامنة والمعلومة الثامنة راح تكون في المخيم لو تلاحظ في المخيم راح تكون فيه نقاط سودا تظهر لك في الخريطة او الميني ماب هذه النقاط السودا بكل بساطة عبارة عن مجموعة من الاشياء اللي تسويها وراح يزيد معاك الشرف مرة وراح يزيد ايضا معاك الديد اي فمهمة جدا جدا بسيطة يعني انا جاتني مهمة اروح عبي موية ورجعها بس وزاد معاك الشرف بالنسبة كبيرة جدا وايضا لفل لي الديد اي وطور لي الديد اي فاذا كنت شخص في المخيم وحصلت لك مجموعة من نقاط السودا سويها لانها راح تفيدك بنسبة 100% بالنسبة للحركة التاسعة والمعلومة التاسعة راح يكون تعديلك لملابسك تروح عند خزانة الملابس بعدها راح تضغط مربع راح تظهر لك ثلاثة خيارات عشان يعني تعدل شكل اللبس او شكل الجزمة يعني تبقى الجزمة فوق الجنس او انها تبغاها تحت الجنس او انك تفك القميص او انك تخلي القميص نصكم يعني عندك مجموعة من الاشياء البسيطة والتفاصيل البسيطة اللي تقدر تغيرها عند خزانة الملابس كلنا نعرف انه لما تضغط الوسام يمين ضغط راح يطلع لك الاشياء اللي معاك او الشنطة لكن لما تضغط سهم يسار راح يطلع لك اللي هو المهمات او التشالنجز الموجودة عندك يعني مثلا والله جاك طلب منك كتاب راح تكون في التاسك او في هذا المكان ولما تضغط سهم يسار ضغط راح يطلع دفتر ارثر اللي يسجل فيله المعلومات بالنسبة للحركة العاشرة او المعلومة العاشرة راح تكون انه دائما دائما لوة الاشخاص اللي تقتلهم وتحديدا وخصوصا افراد العصابات فلما تقتل العصابات دائما لوتها لانك راح تحصل مجموعة من الاشياء القيمة والمجوهرات ومجموعة من الادوية ومجموعة من انواع الرصاص بالنسبة لحركة الحركة الاخيرة او الحركة العاشرة انه ترى تقدر تركب مع العربيات او الواقن زي ما تشوفونا هنا قاعدة نادي العربية هذه بعدها قلت له والله يا باك توصلني للمكان المعين او انه ترى بمجرد ما تطلع معاه راح يوصلك لأقرب مدينة او الوجهة اللي هو رايحها فشي جدا جدا حلو انه انك تنتقل يعني بلاش وتروح من النقطة لفل النقطة بلاش ومو انت اللي تسوق الشخص المعين قاعد يسوق فحركة جدا جدا رهيبة طيب كذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم هيد الان يلا سلام عليكم اتبعوا انع اشتركوا في القناة